شكراً أدم وقد أسعدني تقديمك لي منذ قدم البشرية كانت الحماية البدنية أحد أهم المشاغل للإنسان لأنه يجب أن يحمي نفسه لكن الأمن المعلومات اليوم برزك أحد أهم التحديات لكي نكون في مأمن وهو يكاد يوازي الحماية والأمن الجسدي وذلك بسبب اعتماد العالم على التكنولوجيا بشكل كبير فمن هم يا تورا الفاعلون الخبثاء في هجمات الإنترنت طبعاً إنهم المحترفون الذين يستولون على الحواسيب الخاصة ويبتكرون الفيروسات وهم كذلك أفراد الجماعات الإرهابية الذين ينتجون الضمار والخوف عبر الشبكات العنكبوتية وكذلك نتحدث هنا عن دول ناشطة في هذا المجال حكومات تهاجم حكومات أخرى عبر الحرب المعلوماتية ولهذا فمن المهم أن يواجه المجتمع البشري والدولي هذا المشكل مؤخراً شارك المغرب فيما أطلق عليه مشروع وارسو للأمن المعلوماتي وكان على شكل مؤتمر من مستوى الوزراء في سيول بكوريا الجنوبية عقد بين السابع والثامن من أكتوبر برعاية الولايات المتحدة بولندا وكوريا الجنوبية وشاركت في هذا المؤتمر 46 دولة وتمخذ عنه بيان ختمي أقرأ لكم بعضاً منه إن التطور السريع للإنترنت والمعلومات والتكنولوجيا الاتصال قد خلق تطوراً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي لكنه أفرز مخاطر جديدة على الأمن والسلم العالميين يتزايد النشاط المزعزع للاستقرار في الفضاء المعلوماتي السبرائي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط حيث تتوفر البرامج الخبيثة ذات الأهداف الإجرامية والتجارية وتنتشر الأجهزة المتصلة بالإنترنت كل ذلك خلق فرصاً جديدة للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لإطلاق هجمات عبر الإنترنت طبعاً الأمم المتحدة تعاطت مع هذا المشكل كذلك لأن مجال الاتصالات بشكل يشكل صدمة كبرى بالنسبة للأمن والتجارة التي يشكل الإنترنت والتكنولوجيا أحد أهم ركائزها الإطار العام لمؤتمر سيول تضمن ثلاثة عناصر الأول هو التأكيد على أن القوانين الدولية يجب أن تنطبق كذلك على الدول ونشاطها السبرائي ثانياً الالتزام بالقواعد غير الملزمة لنشاط الدول خلال فترة السلم وثالثاً تطوير وتفعيل بناء الثقة لتقليل خطر الأمن الصبرائي المعلوماتي فكيف هو موقع المغرب في هذا المجال فحسب سايبر سبيس اندكس مؤسسة جلوبال سايبر سبيس اندكس والتي قامت بتحليل شامل لمجال الأمن المعلوماتي في ستين دولة وضعوا المغرب في المرتبة السادسة والعشرين أي بين الأوائل بمعنى أن موقع المغرب جيد جداً وهذا أمر مهم لأن حوالي ثلاثة في المائة من اقتصاد المغرب يعتمد على قطاع الاي سي تي أو المعلومات التكنولوجية وهذا استناداً على دراسة أجرها مع هاتبوتومك في واشنطن العاصمة الدراسة منذ سنة 2017 تؤكد أن تمانية وخمسين في المائة من المغاربة هم على اتصال بالإنترنت مقارنة مع 14% قبل عشر سنوات إنها قفزة مهمة وطبعاً هذا بفضل الاتصال عبر الإنترنت عبر أجهزة التليفون والحواسب النقالة الخاصة ويمكن أن يكون الآن الرقم قد ارتفع مقارنة بما كان عليه وبما أن هذا العدل المهول من المغاربة على اتصال بالإنترنت والحكومة المغربية تعتمد على الأمن المعلوماتي وكذلك المؤسسات والشركات المغربية لمواجهة البرامج الخبيثة فالمغرب كرائد في تكنولوجيا لاتصالات بالمنطقة وضمن مجموعة الدول الفرانكوفونية توجد به مراكز اتصال عالمية هي الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو مقر لكبريات الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية ومراكز الأداء الإلكتروني لهذا فإن الأمن المعلوماتي هام جداً بالنسبة للمغرب لحماية الدولة والصناعة والتجارة ولحماية الأشخاص كذلك هؤلاء الذين عادة ما يتعرضون لمحاولات الاختراق وسرقة كلمات السر لديهم والمعلومات الخاصة بهم إذن آدم موقع المغرب في الأمن المعلوماتي مطمئن ويعمل مع المجتمع الدولي في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر